الناس بتحبه لأنه بيجبر بخواطر الغلبان وجبر الخواطر ده كبير وجبر بخواطرنا كلنا بأمر ربنا سبحانه وتعالى وقدرته يعني بالاتفاق العظيم بتعرص الحكمة الناس لازم تشوف حالة التفاقل والبهجة عينين الناس بترقص الناس حست إنه ياه الحمد لله عارف كده اللي هو إيه الاتفاق الذي أثلج الصدور الحمد لله الناس كانت خايف طبعا ناس كانت قلقانة ناس كانت متوترة يا ترى هو أسعار الدولار في السقس ده هتوصل لإيه والتجار ما بيرحمونه وبيعلوا الأسعار في أي حاجة وكل حاجة بقت غالية طب وبعدين ناس كانت خايفة أيوة صح الريس على المرتبات بس الزيادة في الأسعار هتاكلها جال اتفاق الاستثماري بتعرص الحكمة فهدى الناس وأثلج الصدور الريس قال النهاردة كم لها مهمة جدا وده بقى كلام جد غر يعنيه قال إحنا بناخد كل الإجراءات علشان مشروع رأس الحكمة ركز معايا في الحتة دي هيبقى أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط الريس ما قالش أكبر مشروع سياحي في مصر الريس ما قالش أكبر مشروع سياحي على سواحل البحر المتوسط الإفريقية اللي هي جنوب المتوسط الريس قال بناخد كل الإجراءات الممكنة عشان ده يبقى أكبر مشروع سياحي في سواحل المتوسط